بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تابعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين ومع الدرس السابع عشر من دروس فقه الزكاة في المذهب المالكي في هذه الحلقة أتحدث عن زكاة الربح والمال الطارئ في الماشية في هذا يقول العلامة الشيخ سيد عبد واحد بن عاشر رحمه الله ونفعنا ببركته وعلومه آمين وحول الأربح ونسل كالأصول الطارئ لا عما يزكى أن يحوي وحول الأربح إذن ما هو الربح؟ الربح كما قال الشيخ الدردير رحمه الله الربح هو ما زاد على ثماني الشراء في التجارة وما زاد على ثماني الشراء في التجارة هذا الربح حوله وحول المال الذي هو أصله سواء كان أصله نصاباً أو لم يصل إلى النصاب أولاً نتاج الأنعام التي هي الماشية هنا حول الربح هو حول أصله وهذا قياساً على حول نسل الماشية نسل الماشية لأن الماشية هي في احدداتها مال فمن كانت عنده مثلاً ألف من الشياة أو ألفين من الشياة فهذا مال كبير يعني هذا المال ينمو ينمو عن طريق ولادة الأمهات يعني لك النعاج الكبار من اللي كي يولدو تي يتزاد هذا المال سواء كانت هذه الأمهات يعني النصاب وصلت من النصاب مثلاً أربعين شاء أو كانت أقل من النصاب أو أقل من النصاب والدليل على ذلك هو القول المشهورة لسيدنا أبو كوسطق رضي الله عنه الذي يقول والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه إذن العناق هنا هو تلك دكشات ولدك الماز الصغير لبقيمة جوس العام يبنى عمره أقل أقل من سنة والقاضي عياد رحمه الله يقول في إكمال المؤلين يقول هذا دليل على أن الأولاد على أن حول الأولاد هو حول الأمهات وحول أربعي ونسلين كالأصود حول الأولاد حول الأولاد وحول الأمهات وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول في كل أربعين من الغنم شات في كل أربعين من الغنم واسم الغنم هنا يقع على الصغار وعلى الكبار يوقع على ذلك الخرف الذي هو عنده سنة أو سنتين ويقع على كل الخرف اللي الله عنده ست شهر أو سبع شهر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغنم عموما في كل أربعين من الغنم شات وهذا معنى قول ابن عاشر رحمه الله وحول الأربعي ونسلين كالأصود ثم قال رحمه الله والطاري والطاري لعم يزكى أن يحل هنا المال الطاري في الماشية بمعنى أن صاحب الماشية سواء كان يملكه نصاباً أو لا يملكه نصاباً مثلاً وصل النصاب واللقب لما وصله فإنه يجب عليه ضم الطاري طاري هو ذلك المال الزائد تلك الخرفان الزائدة سواء كانت زائدة زائدة عليه بهباتين أو بإرتين أو بصداقاتين أو غير ذلك ويزكي الجميع عند إتمام حول الملك الأصلي اللي هو تلك الأمهات يعني أنه لا ينتظر حول آخر ما شيء من اللي جاتوا هذه النعاج ولا ورث ولا جاتوا بهبة ولا بتجارة يستقبلوا بها حول آخر لا ببناء أنه يزكيها بحول أصلها الحول الذي هو أصل الأمهات وفي هذا يقول القاضي عبد الوحاب رحمه الله وهو من فقه المالكية يقول إذا استفاد ماشية بشراء أو ميراث أو هبة وعنده نصاب من جنسها ضمها إلى ما عنده وعنده نصاب من جنسها ضمها إلى ما عنده فالساعي هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كذلك في زمن الخلفاء الراشدين فلا يجوز إخراج الزكاة قبل مجيء الساعي لأن ذلك هو وقتها مجيء الساعي ووقتها وكان غالباً الساعي كان يأتي في فصل الصيف كان يأتي في فصل الصيف حينما تذهب تكون الشياه في عنده تشرب الماء يسهل عليه عدها ويسهل عليه النظر إليها إذن مجيء الساعي هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إخراج الزكاة حتى يعني لا يجوز إخراجها قبل وقتها أو قبل مجيئه لأن مجيء الساعي هو وقتها فمن أخراجها قبل مجيء الساعي فلا تصح منه ولو كان ذلك بعد مرور الحول أما إذا لم يكن هناك ساعي في حال هذا الزمن هذا ليس هناك ساعي فيجوز إخراجها عند الحول لمر الحول عن ذلك الشيء يجوز إخراج الزكاة فيها وقال علماؤنا يجوز إخراج الزكاة قبله قبل مرور الحول بشهرين وأنا كما قال بشهرين أو بثلاثة أشهر وهذا رفقا بالناس ويعني حصولا للمنفعة خصوصا عند وقوع الحوادث أو الكوارث طبيعية مثل جائحة كورونا فقد أفتى علماؤنا جزاهم الله خيرا بإخراج الزكاة قبل وقتها في هذه الجائحة رفقا بالناس ورحمة بهم وحصولا للمنفعة إذن هذا ما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو زكاة الربحي هو المال الطارئي في الماشية نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعلمنا ما ينفعنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين